اهلا بكم مشاهدينا في هذه الدولة التي نطالع فيها سوية ما تنقلته الصحف المحلية والاقليمية والدولية الصادر لهذا اليوم من مقالات وتحليلات وعرض لهم رسوم الكاريكاتير زيارة الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون والتحذيرات الفرنسية المتوالية اعتطا ثمارهما على ما يبدو في دفع عجلة تشكيل الحكومة اللبنانية وتخلي عون عن شرط التأليف قبل التكليف هذا ابرز ما تناولته الصحف اليوم والبداية السورية من صحيفة الشرق الاوسط التي عنونت لا تقدم في اجتماعات الدستورية السورية في جينيف اختتمت في جينيف امس اعمال الجولة الثالثة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية من دون تحقيق تقدم وحملت اطراف المعارضة الوفد الحكومي المسئولية عن افشال الحوارات فيما اتهمت دمشق الامريكيين بمحاولة التدخل والتأثير على اعمال اللجنة ورغم ان اعضاء في اللجنة الدستورية وصفوا اجواء الاجتماعات بانها كانت ايجابية عموما مع عدم بروز اختلافات كبيرة لكن رئيس الوفد الحكومي احمد الكزبري لفت الى انه ما زال الوقت مبكرا للحديث عن نتائج مشيرا الى ان تعليق الاجتماعات ليومين بسبب ظهور حالات موجبة لفيروس كورونا الجديد بين اعضاء الوفود ساهم في تقليص فرص ايجاد الوقت اللازم لمواصلة النقاشات واوضح ان بعض الجلسات شهدت خروجا للوفود الاخرى عن المبادئ المتفق عليها وبدأ بعضهم يتحدث عن مبادئ دستورية وهناك من تحدث عن امور تنظيمية ومن طرح مواد صياغية اما البيان الاماراتية فلقد عنونت سوريا سوريا على خط الانتخابات الامريكية مبكرا مع اقتراب الانتخابات الامريكية والاستعداد لدى كل النخب السياسية ومراكز الدراسات فضلا عن استنفار الحزبين الجمهوري والديمقراطي تبدأ مناطق النفوذ الامريكي في العالم بالاهتزاز على وقع التنافس الدولي في هذه الانتخابات تبدو سوريا الساحل اسرع تأثيرا على الانتخابات الامريكية خصوصا في ظل التجاور الروسي الامريكي في الكثير من المناطق من دير الزور الى شمال شرق سوريا حيث الاقتراب الوثيق جغرافيا بين النفوذين وتجدد اول من امس المشهد الكلاسيكي بين الدوريات الامريكية والروسية في مناطق شمال شرق سوريا المشهد ليس بجديد لكن التوقيت بحد ذاته يحمل رسائل متتالية ومستمرة من الجانب الروسي الى الطرف الامريكي وعلى ما يبدو فان سوريا ستدخل مبكرا على حلبة الانتخابات الامريكية وستكون الساحة مراقبة عن كثب في الفترة القادمة لما لها من اهمية على مستوى العلاقات التنافسية الروسية الامريكية ونقرأ في موقع نيوز راي الروسي الذي كتب تحت عنوان كيف تسيطر روسيا على المنتجعات في سوريا نشر الموقع الروسي تقريرا كشف فيه عن سعي روسيا لاستثمار هيمنتها على دمشق وحرصها على الاستفادة من المناطق الساحلية عبر اقامة منشآت صحية وسياحية موجهة لخدمة الجنود والسياح الروس ونقل الموقع عن مصادر سوريا محلية ان هناك قلقا متزايدا من تدفق الموظفين والعمال الروس الى جانب اعادة تسمية بعض المرافق والمؤسسات السياحية واشارت مصادر في محافظة الاذقية الى حقيقة ان موسكو اظهرت رغبتها في السيطرة على اهم المنتجعات السياحية في هذه المحافظة ولاحظت هذه المصادر ان المناطق الساحلية اصبحت في الفترة الاخيرة هدفا للنشاط التجاري الروسي ويرى بعض الخبراء ان موسكو قررت خلال المراحل الاخيرة من الصراع المسلح في البلاد ان تنخرط في تطوير البنية التحتية في القطاع السياحي حتى تستفيد منه مستقبلا مقالنا في الشأن السوري نشرت صحيح الخليج الاماراتية تحت عنوان خطة تفتيت سوريا مقالا للكاتب علي قباجة حول ظلمة النفق الذي تسير فيه سوريا لنتابع المقال ومن ثم نعود غرقت سوريا ام الحضارات قبل ايام في ظلام داماس بعد انفجار ارهابي هو السادس من نوعه في خط الغاز العربي بين منطقتين ضمير وعدرا في ريف دماشق وتزامن ذلك مع حملة تعطيش شعواء شنت على مليون سوري في مدينة الحسكة وريفها شمال الشرق سوريا نتيجة صراعات دامية ضحيتها دوما المواطن السوري استهداف البنية التحتية من قطع الكهرباء والتعطيش والتجويع والحرمان من المواد الاساسية لا بد من قراءتها في منظور الحرب الشاملة التي تتعرض لها سوريا فهي ليست مصادفة او مجرد عمل ارهابي بل تندرج في اطار منظم قوامه الصراع الاقليمي والدولي فتركيا من خلال ادواتها الميليشياوية استخدمت المياه سلاحا ضد المدنيين بهدف تضييق الخناق على الاكراد بغيتاء ايجاد بيئة شعبية ضغطة على الرغم من ان قطع المياه يعد تصرفا منافيا للقيم الانسانية والاخلاقية ويمثل جريمة حرب بموجب القانون الانساني الدولي واتفاقيات جنيف لكن هذه الجريمة ارتدت على انقرة اذ ظهرت حملات شعبية دعت الى ردع تركيا لعدم التلاعب بارواح السوريين لتحقيق اثمان سياسية ما دفع روسيا الى الدخول كوسيط لحل هذا الاشكال لتنجح جزئيا في ذلك من دون حله كاملا عملية التفجير والهجوم الروسي المحدود على ادلب وقانون قيصر والمناوشات بين القوات الامريكية والروسية في الشمال السوري تجيء في توقيت حرج فهذه المعضلات مجتمعة تهدد الجهود الامامية التي اثمرت بعقد اجتماع في جنيف بحضور الحكومة والمعارضة والدول الضامنة وامريكا لمناقشة دستور جديد محتمل وهي خطوة ايجابية وصفها وسيط عممي بانها فتح الباب لحل نهائي للحرب المدمرة المستمرة منذ تسع سنوات سوريا تسير في نفق مظلم ويبدو ان نهايته ليست قريبة وهذا من صنع الاطراف السورية التي رفضت منذ البدء التوافق لتجنب الدولة مربعا تتقاذفه ايدي العبث الخارجية السلام اولا واخيرا يكون من الداخل فاذا تحقق فعندها لا يحيق المكر السيء الا بداعمها والان الى شأن الشرق اوسطي شرق اوسطيا صحيفة والستريت جورنال الامريكية لقد عنونت البنتاجون قرر خفض عدد القوات الامريكية في العراق الى الثلث حيث ذكرت الصحيفة ان الولايات المتحدة ستخفض عديد قواتها في العراق بمقدار الثلث تقريبا حسب ما افاد مسؤولون امريكيون ونقلت الصحيفة عن مسؤولين امريكيين قولهم ان البنتاجون قرر تخفيض عدد القوات الامريكية في العراق الى حوالي 3500 جندي واضافت ان العديد من المسؤولين الامريكيين اكدوا ان البنتاجون سيخفض مستويات القوات بنحو الثلث خلال الشهرين الى ثلاثة اشهر المقبلة ومن شأن ذلك ان يعيد مستويات القوات الامريكية الى ما كانت عليه في عام 2015 عندما كانت الولايات المتحدة في المرحلة الاولى من حملتها ضد تنظيم داعش وفقا للصحيفة وكانت القوات الامريكية انسحبت قبل ايام من قاعدة التاجي العسكرية في العراق بعد هجمات صاروخية عديدة من قوات تابعة لايران اما صحيفة العرب اللندنية فلقد عنونت ضغوط فرنسا تجبر عون على التخلي عن بدعة التأليف قبل التكليف اضطر الرئيس اللبناني ميشيل عون الى التخلي عن شرط التأليف قبل التكليف على وقع ضغوط فرنسية متزايدة واعلنت رئاس الجمهورية عن بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس وزراء جديد يوم الاثنين المقبل واوردت الرئاس اللبنانية الجمعة على حسابها في موقع تويتر تم تحديد موعد الاستشارات النيابية يوم الاثنين المقبل وقدمت حكومة حسان دياب استقالتها على وقع غضب الشارع بعد نحو اسبوع من انفجار المرفأ المروع الذي تسبب بمقتل اكثر من 180 شخصا والحقى اضرارا جسيمة بعدد من احياء العاصمة اللبنانية وكان عون ومن خلفه صهره رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يصران على ضرورة الاتفاق على شكل الحكومة وتركيبتها قبل تكليف شخصية لتولي رئاسة الوزراء في خطوة وصفها كثيرون بالبدعة الدستورية ونقرأ في صحيفة الشرق الاوسط التي كتبت تحت عنوان اوروبا موحدة في دعمها لاثينا ضد انقرأ فيما بدأ انها الفرصة الاخيرة قبل فرض العقوبات على انقرأ كشف مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل بعد يومين من الاجتماعات لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي عن الاعداد لقائمة عقوبات تستهدف انقرأ سيتم دراستها في الرابع والعشرين من سبتمبر ايلول في حال لم توافق تركيا على تخفيف التوتر مع اليونان وقال بوريل ان العقوبات ستركز على كل الاعمال التي تعد غير قانونية مشيرا الى ان العقوبات ستطال اشخاصا واسفنا تركية وحتى منع انقرأ من استخدام المرافق الاوروبية وفي تفصيل اكثر عما يمكنه ان تستهدف هذه العقوبات كشف المفوض الاوروبي انها يمكن ان تطال ايضا الاقتصاد التركي وقال يمكن ان نعتمد اجراءات تتعلق بانشطة القطاعات المختلفة فالاقتصاد التركي مرتبط بالاقتصاد الاوروبي مقالنا في الشأن الشرق اوسطي نشرت صحيفة البيان الاماراتية تحت عنوان ليبيا للمخلصين مقالا للكاتبة ليلى بن هدنة حول تصدي الليبيين لمؤامرة تركيا في احتلال ارضهم لنتابع المقال يسطر ابناء ليبيا ملاحم البطولة من اجل تطهير بلادهم من العملاء والتصدي لمؤامرة تركيا في احتلال ارض عمر المختار فكل شرفاء ليبيا المتمسكين بسيادة بلادهم هبوا من اجل انقاذ هذا الوطن من العملاء الذين باعوا الارض والعرض فهذه معركة تاريخية ستسجل باحرف من نور في صفحات التاريخ المشرف في تارابلوس ستشرق شمس الحرية في ليبيا بعدما كشف الشعب المستور وعادوا من الوهم الى الحقيقة حيث لا مجال الاستمرار ما يسمى بحكومة الوفاق وقد امتلك الشعب من الجرأة التي تمكنهم من رسم الخطوط الحمراء التي تحدد معالم السيادة الليبية وردع مخططات تركيا وعملائها في المنطقة لقد سائم الشعب الليبي من الوعود التي لا تعني شيئا على الارض وملوا من الفساد فهذا الغضب المتنامج جاء نتيجة تراكمات سابقة ولأن الميليشيات والمرتزقة قد فاقوا كل تصور في تصرفاتهم الخبيثة فأي نوع من السلام سيكون مقبولا مع هؤلاء الناس الذين باعوا الوطن من أجل تحقيق أطماع تركيا التوسعية على الجميع أن يفهم بأن إرادة الشعوب لا يمكن أن تقهر وأن السلام لا يمكن بأي حال من الأحوال صنعه مع العملاء والخوانة الذين ساهموا في إسقاط ليبيا في هذا المستنقع بعض الحوار في المرحلة المقبلة لن يكون مع السراج وأمثاله بل سيكون مع أناس شرفاء سيساهمنا في وضع حد للفوضى لإيقاف حالة النزيف التي يتعرض لها الوطن الليبي والتي ساهمت في تنصيب تركيا عملائها ليحكموا ليبيا بالنيابة هناك عدو متربص بالشعب الليبي وسيتم ردعه بقوة القانون وسيتم ذلك عبر تفكيك الميليشيات وترضي الجماعات المتطرفة ووقف التدخلات التركية وبموجب هذا سينتقل الليبيون من الفرقة والتفكك إلى الاتحاد والتلاحم فإرادة الشرفاء حتما ستنتصر لتضحيات أبناء الوطن الذين واجهوا المستعمر الإطاري ببسالة وسيلق نون أردوغان درسا لا ينسى والآن إلى الشأن العالمي أوردت مجلة فورين بوليسي الأمريكية التي عنونت في الشأن العالمي واشنطن توقف تمويل بعض المساعدات لإثيوبيا بسبب نزاع سد النهضة وفق وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو على خطة لوقف المساعدات الخارجية لإثيوبيا في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب التوسط في نزاع أديس أبابا والقاهرة والخرطوم بشأن بناء سد النهضة الإثيوبي هذا القرار قد يؤثر على حوالي 130 مليون دولار من المساعدات الخارجية الأمريكية لإثيوبيا ويؤجج توترات جديدة في العلاقة بين واشنطن وأديس أبابا وقال مسؤولون ومساعدون بالكونغرس إن البرامج التي ستتأثر بالقرار تشمل المساعدة الأمنية ومكافحة الإرهاب والتعليم والتدريب العسكريين وبرامج مكافحة الاتجار بالبشر وتمويل المساعدات الإنمائية الأوسع ولا تشمل مساعدات الإغاثة الإنسانية الطارئة أو المساعدات الغذائية أو البرامج الصحية التي تهدف إلى التصدي لفيروس كوفيد نايتين والإيدز ونقرأ في صحيفة لوفيقارو الفرنسية التي عنونت شي جين بينغ يشدد قبضته على الصين تحدثت الصحيفة عن حملة جديدة أطلق الرئيس الصيني لتعزيز سلطته دون منازع ودون معارضة مع اختراب مؤتمر 2022 حيث أن شي جين بينغ يسعى إلى إطفاء شمعة كل صوت معارض في الداخل من خلال عمل منسق ومحكم يمتد طيلة عامين قبل مؤتمر الحزب الشوعي وتضيف الصحيفة بأن الرئيس الصيني تجرأ أيضا على مهاجمة الجهاز القضائي الصيني طالبا منه أن يكون وفيا ومطيعا ليغض الطرف عن أي اختراقات خلال العملية الانتخابية لوفيقارو قالت إن شي جين بينغ يريد اغتنام فرصة تفشي فيروس كوفيد نايتين وتعرض بلاده إلى الفيضانات العارمة ليؤكد للجميع أنه رجل المواقف الصعبة وأنه يتحكم جيدا في البلاد في الأثناء تحاول معارضة الخارج التأثير على الرئيس الصيني من خلال ما يجري في هونغ كونغ غير أنها تبقى محاولات محتشمة حسب لوفيقارو ما قالنا في الشأن العالمي نشرت صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان كوفيد نايتين اختلاف العلماء رحمة مقالة للكاتب امشاري الذايدي حول التعامل مع كوفيد نايتين لنتابع المقال من الجليء تماما أن معضلة كورونا المستجد كوفيد 19 هي سبب لوجود انقسام عالمي عميق شطر الدنيا على لغة العقائديين إلى معسكرين معسكر الذعر ومعسكر الرفض وبينهما فئام من الخبراء والأطباء وأهل الاقتصاد والفن والرياضة وبقية خلق الله كل ما يجلبه هذا القلق الداعي للإغلاق والحرب العوان والعزل التام هو مما يعزز صدق قلقه ومصداقية حذره ويؤمن على المزيد من العزل والكثير من الوقت اللازم لبقاء العزل بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى تتعلق بقطاعات التعليم والعمل والسفر وبقية مصالح خلق الله لو تخيلنا الطرف الآخر من المعسكر الثاني هو بدوره سيجلب ومن نفس المصادر التي جلب منها زميله القلق شواهد ودلائل تؤيد عدم مصداقية القلق والاستمرار في العزل وإنفاق الوقت الثمين في البقاء على هذا الحال شواهد من أطباء وخبراء ومتخصصين في الوبائيات وهيئات ومراكز أبحاث إلى آخره خذ لديك هذا السؤال المباشر هل نحن بانتظار الوصول إلى لقاح مضاد لكوفيد-19؟ وكم عمر الانتظار؟ منظمة الصحة العالمية عبر أمينها العام تيدوروس إدهانوم تقول نحتاج إلى سنتين للوصول إلى هذا اللقاح غيره يقول أقل أو أكثر توقع عالم بريطاني وهو سير مارك والبورت عضو المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ التابعة لحكومة المملكة المتحدة حسب موقع روسيا اليوم أن يستمر فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 مع البشرية إلى الأبد بشكل أو بآخر يعني بعبارة أخرى هذا الخبير البريطاني المرموق يقول تعامل مع كوفيد-19 كفيروس موسمي مثل غيره من الفيروسات يحتاج إلى التطعيم ضده عند حلول كل موسم معلوم في السنة لنشاط فيروسات الأنفلونزا بشتى أصنافها مرة أخرى يقال هذا كلام خبير ويضاده كلام خبير آخر لا يقل أحد منهما عن الآخر علما ومعرفة والآن إلى أخبارنا المنوعة أخبارنا المنوعة بداية من صحيفة العرب اللندنية التي عنونت حديقة حيوانات تهدئ أعصاب الفيلة بالقنة أعلن مسؤولنا بحديقة الحيوانات في وارسو عن اعتزامهم إعطاء الفيلة قنبا طبيا سعيا إلى تخفيف إجهادها العصبي وقالت الطبيبة البريطانية أنيشكا تشوكوفيسكا المسؤولة عن المشروع في حديقة الحيوانات بالعاصمة البولندية إن علاجات بالقنب الطبي للكلاب والأحسنة باتت معروفة في العالم لكن هذا المشروع هو الأرجح الأول من نوعه الذي يركز على الفيلة وسيتيح هذا المشروع لحديقة الحيوانات اختبار كيفية تأثر الفيلة الأفريقية الثلاثة التي تضمها بكمية مركزة عالية من الكانابيديول الذي لا يؤدي إلى الانتشار ولا يضر بالكبد وأضافت شوكوفيسكا أن الهدف هو إيجاد بديل طبيعي للوسائل القائمة راهنا لمكافحة الإجهاد وخصوصا الأدوية التي غالبا ما تعطى وتوقعت أن لا تظهر نتائج المشروع قبل عام ونصف العام وحتى عامين ونبقى في أخبارنا المنوعة يبني العراق أمالا كبيرة على كاسر الأمواج الغربي الكبير بميناء الفاو في الإسهام في التنمية الاقتصادية للبلاد بعد أن حصل مؤخرا على شهادة من موسوعة جنيس للأرقام القياسية باعتبار الأطول في العالم ويهدف كاسر الأمواج الذي يبلغ طوله 14 كيلو مترا ونصف الكيلو متر في شمال الخليج العربي إلى حماية السفن القادمة إلى العراق من الأمواج العاتية وسيؤدي هذا إلى تسهيل رحلات السفن المباشرة إلى ميناء الفاو الجديد الذي من المقرر وضع اللمسات الأخيرة عليه في عام 2024 أسعد عبد الرحيم مدير مشروع ميناء الفاو الكبير نحن طبعا الكاسر طوله 16 كيلو بس بيه جزء من عندنا نسميه الكاسر الثانوي فالموسوعة جنيس قال له الثانوي نحن ندخل بس الرئيسي اللي هو قطعة واحدة 14.5 كيلو فصدرت شهادة من موسوعة جنيس أنه هذا أطول كاسر بالعالم طوله 14.5 كيلو وسيساعد كاسر الأمواج على قدوم السفن الكبيرة مباشرة إلى الميناء بدلا من تفريغ شحنتها في دول أخرى ونقلها إلى العراق عبر سفن أصغر وهي عملية تضيف أعباء مالية إضافية على الحكومة والتجار على حد سواء ولذلك يأمل عبد الرحيم أن يساعد الميناء الجديد في تجنب كل هذه التكاليف بحكم الأعماق هنا تختلف الأطوال الأرصف تختلف ومثل ما قلنا هذا ميناء بالبحر مفتوح يعني ممكن البواخر تجي مباشرة من المصدر إلى الميناء دون ما تمر ببلدان أخرى وتفرغ إلى بواخر صغيرة وتجي وهي طبعا بفوائد أكيد وتكلف بناء كاسر الأمواج 511 مليون يورو أي ما يعادل 591 مليون دولار وجرى تشييده على مدى خمس سنوات والآن وقف مع أبرز أرسوم الكاريكاتيرية التي تناقلتها الصحف الصادر لهذا اليوم ننتبع معا ومن ثم نعود ترجمة نانسي قنقر نهاية الجولة شكرا لكرم المتابعة ولا تنسوا زيارة موقعنا الرسمي اليوم الى اللقاء